لم تنتهي وزارة النقل من طي ملف اعتصام اصحاب الشاحنات حتى اصبحت اليوم على اعتصام جديد وهذه المرة لاصحاب الباصات العاملة على الخطوط الداخلية بين المحافظات نتيجة جملة من القرارات كان ابرزها شطب الباص بعد 15 عاما من عمره كان عنا بالنسبة لعمر التشغيلي كان عنا 15 سنة والباص العمومي لا يعني بتحمل اكثر من 25 سنة كشغل وعنا بصاتي الموجودة الان هنا موجودة بناتنا الان مديرها الفين الان كانها بلد صات وكالي بعدها انه نقدر يكشو عليها بيردوها على الفحص الفني على عذر الترخيص ويقدر يقيموها همه اما انت بتحط لقاعد من القرار على 15 سنة هذا القرار مجحب بحقنا هذول البصات احنا اشترناهن بمصارينا ما اجينا ببلاش ما اعطونا ورقة زي ايام زمان احنا اشترناهن ما اشترى ثاني اش انا اسبقت جوا بقول لك انا اعفيتكم من الجمرك بال2008 يبقى حقه 26000 يرجعوه ب26000 الباص يعمي ويشطفونا الغاء قرار الشطب كليا واذا بدهم صحيح خايفين على المواطن يعطونا اغراءات او امتيازات والشطب اختياري احنا عندنا الباص كل سنة كل 12 شهر برضخ للترخيص الفحص الفني من الالف لليا مدام حكومتنا الرشيد الامن العام برخص ان هذا الباص ومسموع ترخيصه ليش الهيئة بتشتوه المطالب لم تكن فقط عن العمر التشغلي للباص فكان المعتصمون يحملون في جابتهم مطالب اخرى منها الغاء دمج الشركات واعادة اسم المالك على كرت الاتجاه وغيرها مسمى شركات شركات هاي يا سيد العزيز بيجمعونا احنا خمسة في شركة واحدة كل شركة مطلوب منها شايف كل مساهم مطلوب منها مضريب تسعمائة دينار شايف تسعمائة وخمسين دينار سنوي شايف طيب هو انا الباص بلا ما اخذي ما انا ما اخذو بالكمبيلات وبالدير القرار الاول اللي جينا عليه شطب الباصات القرار الثاني عدم دمج الباصات لشركات القرار الثالث ارجاع صاحب المركبة على التسريح لغاء دمج الباصات ما تحت ما يسمى شركة هذا قرار خراب بيت لاصحاب الباصات ثالثا اعادة حقوقنا الذي سلبوها مننا قبل خمسة عشر سنة هو اعادة اسمائنا على تصريح باصاتنا احنا الوزارة بدورها قالت انها ستعمل على دراسة المطالب التي تقدم بها المعتصمون لدراستها وإيجاد الحلول بعد ان اجتمعت بهم استقبلنا اليوم طلبات الاخوة مشغلي الحافلات ومحافظات المملكة المختلفة واحنا كوزارة برحب فيهم باي وقت حسب المطالب المشروع اللي ممكن يقدموه لانه في بعض مطالب منطقية في بعض مطالب يعني بتكون مخالفة للقانون التعليمات الصادرة بهذا الشأن احنا الان استلمنا منهم ست مطالب من مطالبهم اللي هم عرضوها وان شاء الله معالي الوزير رح يدرس هاي المطالب ورد عليهم باسعب وقت ممكن هل تنتهي معاناة اصحاب الباصات قبل ان تتفاقم الامور؟ ام ان الملف سيوضع في الادراج؟ اسامة بليبلي الحقيقة الدولية